بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات صلاة والسلام على سيد السادات وجوهر الموجودات سيدنا ونبينا ومولانا محمد كامل الذات والصفات عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ونحن في الصفة الصفة مؤخرة المسجد نبو الشريف كان فيه حوالي سبعين من الصحابة الكرام ليس لهم بيت ولا زوجة ولا أهل ولا مال ولا شيء ولا شغل في المدينة ولا دار يسكننا سكناهم المسجد نبو الشريف عملهم ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم ونفقاتهم على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام كان منهم سيدنا عقبة بن عامر خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغضو كل يوم إلى بطحان مكان خارج المدينة قريب أو إلى العقيقة ويد بالمدينة ونوار فيأتي منه بناقتين كوما ويني ناقة كوما هي ناقة كبيرة وكبيرة السنام من أجمل النوق وأعظمها وأكثرها غلاء في غير إثم ولا قطعة رحم كل يوم يمشي إلى العقيق أو إلى بطحان فيأتي بناقتين كبيرتين جميلتين غاليتين من غير إثم ولا قطعة رحم لما الحلال فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك فقال صلاوة ربي وسلامه عليه أفلا يغضو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم روا هذا الحاديث الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سنانه وغيرهما لما علم صلوات ربي وسلامه عليه أن حبنا للدنيا ليس من الأمر الهي أن يخرج من القلب أراد أن يوجهنا إلى كتاب الله صلوات ربي وسلامه عليه بضرب مثال مما نحب وهو المال الحلال الطيب فأخبرنا على لسان ساداتنا أهل الصفة أدوان الله عليهم وقال أيكم يحب المال الطيب الحلال قديما ناقا جميلة كبيرة والآن قسها على ما تشئت لأن الغارة ذا هو ضرب المثال بمال كثير حلال طيب من غير إثم ولا قطعة رحم وكل يوم ناقتين وابقيها على المثال حتى في هذا الزمان إن شئت كل يوم ناقتين كل يوم ناقتين كبيرتين وتمنها الغاري المعروف عند أصحابها في هذا الزمان فمن أحب هذا العطاء في الدنيا المال هذا الحلال الطيب فليعلم أنه إذا هو غاد إلى المسجد ليتعلم يعني يحفظ أو يقرأ إما التلاوة مجرد التلاوة وإما الحفظ وهو من سعة رحمة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تعلم آيتين فإن الخير الذي يعود عليه والباركة التي تدخل داره والنعيم الذي يساق إليه أعظم وأجل من ناقتين كوما وين وثلاث آيات أعظم من ثلاث ناقات وأربع آيات أعظم من أربع ناقات ومن أعدادهن من الإبل توجيه النبوي كريم إلى أن الباركة في الأرزاق وإلا أن باب استجلاب المال الحلال الطيب إنما هو تلاوة كلاب الله سبحانه وتعالى ثم في قوله صلى الله عليه وسلم يغضو إلى المسجد قال سادات العلماء خارج ما خرج الغالب وإلا فليس شرطا في العطاء لأن لا تخرج النساء مثلا اللواتي لا يغضون إلى المساجد أو نحوهم من الناس نعم لما كان المسجد يتعلم فيه كلام الله ويحفظ فيه كلام الله ذكرها صلوات ربه السلام عليه وقال تغضو إلى المسجد وإلا فمن قرأ آيتين من كلام الله في بيته أو حفظ آيتين في بيته نال هذا الأجر الذي علقه صلوات ربه السلامه عليه على التلاوة والتعلم لا على الغدو إلى المسجد أما إن غدا فهو أجر على أجر ونور على نور لكن إن وقع ذلك منه في بيته أو في غير المسجد لنال ذلك الأجر وذلك الظواب نسأل الله الكريم أن لا يحرمنا من هذه الحقائق والمعاني وأن يطلق أرسنتنا بالقرآن الكريم وأن يكرمنا بنوره وأثراره وأنواره بجاه مولانا رسول الله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن وله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر